أكد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف الأبراج السكنية في مدينة حمد الوقع شمال خان يونس جنوب قطاع غزة وأوضح المسؤول الفلسطيني أن الوضع في عموم غزة لا يزال صعبا للغاية مع استمرار القصف وعمليات التهجير خاصة من مدينة خان يونس والتي تشهد حاليا حالة نزوح كبيرة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأبراج السكنية كما نشد المتحدث باسم الدفاع المدني المجتمع الدولي بضرورة التدخل من أجل دعم جهاز الدفاع المدني بتوفير كوادر الإطفاء والمعدات اللازمة لتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني